السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلاً وسهلاً بكم طلاب وطالبات الصف الخامس في مهدة رياضيات أنا محدثكم عبدالله الاشتيت وترافقني بلغة الإشارة لأستاذ الشريف الشريف نرحب بكم في درس من دروس رياضيات اليوم إن شاء الله عندنا خطة حل المسألة راح نستخدم استراتيجية إنشاء قائمة ودائماً عزيزي طلاب وطالبات خير من استهلوا في درسنا بسم الله والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء المرسلية محمد صلى الله عليه وسلم نبدأ الآن مع بعض كما تلاحظون اليوم الخطة هي إنشاء قائمة ففكرة الدرس اللي أنا وأنتم إن شاء الله نبنخذها كيف تستعمل خطة إنشاء قائمة في حل المسألة توجهها أنت لابد تفهم أن الأربع الخطوات يكون معاك أفهم وخطط راح نستخدم إنشاء قائمة وصبقاً تكلمنا عن إنشاء قائمة شبيهة بماذا؟ بالجدول ننطلق الآن مع بعض كما تلاحظ جيداً في الشاشة من استراتيجية حل المسألة ما يليه؟ أخذت سابقاً التخمين والتحقق ثم أخذت رسم الصورة والحل عكسياً إنشاء جدول حل مسألة أبسط تمثيل معطيات أشكال ذن ثم اليوم إن شاء الله نتناقش عن إنشاء قائمة طيب اتقل أنا وأنتم الآن في حل هذا السؤال نقول استعمل خطة إنشاء قائمة لحل المسألة الآتية طيب لوحة السهام هذه اللوحة طيب انتبه جيداً بسهمين يعني كلها إذا أطلق السهم يكون عن سهمين السؤال ما مجموعة النقاط الممكنة تعال أنوا أنتم الآن نتناقش في هذا السؤال أفهم ما هي المعطيات المسألة أصاب باسل لوحة السهام انتبه بسهمين يعني اثنين لما يطلق رح يكون اثنين مع بعض سهمين السؤال لك الثاني يقولك ما المطلوب ما مجموعة النقاط الممكنة تعالى لو أنتم الآن نشوف خطتنا اليوم هي ماذا إنشاء قائمة يلا عندي الآن أنا عشرة وست نقاط وثلاث نقاط طبعا جبتها هذه من الرسمة حق لوحة السهم لاحظ معي رح يطلق في كل طلقة سهمين عندما يرمي سهمين فقط ما بعض فإذا خذينا العشرة مثلا رح نأخذ سهمين خلاص رح ست نقاط وثلاث نقاط يكونها ماذا حسنتم صفر صفر لماذا؟ لماذا صفر صفر عزيزي الطالب والطالب لأنه لما تقرأ السؤال جيدا يقولك سهمين خلاص مدام كتبت رقم اثنين ما رح تكتب في المجموعة الآخر شي طب نكمل الآن لما يطلق سهمين الآن في دائرة النقاط عشرة سيصبح كم من المجموعة عندك اثنان كل واحد منهم عشرة عشرة تضرب تكون اثنين ضرب عشرة يكون الجواب كم؟ حسنتم عشرون انتهينا طب إذا حبي مرة ثانية افترض انباسل أطلق سهم طيب وم في في مجموعة افترض أن أطلق هنا لما أطلق هنا الآن سهم واحد باقي لي سهم نحن نشكلنا سهمين الآن أطلق سهم واحد في عشرة نقاط طيب حبينا نحط مثلا السهم الثاني عند الستة كده خلصنا مدام سهمين طلعت تتوقف الآن طيب ماذا أضع في خانة الثلاث نقاط صفر نضع صفر الآن أصبح الآن يلا هنا الآن واحد من عشر نقاط أصبحت عشر نقاط الآن طيب وهنا سهم يمثل ست نقاط فالعشرة مع الستة ستة عشر تجمعهم مع بعض طيب نفترض الآن خذينا سهم من حقة العشرة نقاط دائرة العشرة إذن باقي لنا سهم واحد افترضنا حطيت هنا صفر وحطيت هنا سهم خلاص الآن أنت الآن عندك السهم واحد يمثل عشر نقاط والسهم الآخر يمثل ثلاث نقاط راح تجمع العشرة مع الثلاثة يكون الجواب ثلاثة عشر كما تشاهد عزيز الطالب والطالبة نكمل مرة ثانية افترضنا في العشرة ما ضعنا شيء لك إذن حطينا فقط بس ستة اثنان سهمان إذن ثلاث نقاط سيكون ماذا صفر لأنها استنفذت السهمين مع بعض طيب الآن اثنان وهنا ست نقاط كم السين المجموع أحسنتم اثنى عشر لأنه عندك ستة وستة نكمل مرة ثانية افترض أن العشرة نقاط ما أخذنا فيها ولا سهم هو أخذ سهم من ستة وكذلك أخذ سهم من ثلاث نقاط فلما تجي تجمعهم الجواب تسعى نكمل مرة ثانية افترض أن العشرة ما أخذنا فيها ولا أي سهم رمى ولكن ولا حتى الستة لكن عنده ثلاث نقاط رمى سهمين حبي نعرف نقول اثنان نضربها بالثلاثة أو الثلاثة تكررها مرتان فيصبح الناتج ستة الآن هذه الآن كما تلاحظون هذه الآن هي الموجود مجموعات النقاط إذن مجموعة النقاط قد يكون عشرون ستة عشر ثلاثة عشر اثنى عشر تسعة ستة لجيت بتحقق هذه الآن كأنها قائمة لاحظ معاي كأنا يذكرك بالقائمة هذه الآن شكل قائمة عشر نقاط ستة نقاط طيب يذكرك في أي خطة استراتيجية أحسنتم يذكرك بإنشاء جدول ولاحظ الترتيب مع بعض في العشر نقاط كذلك الستة نقاط والثلاث نقاط مراجعة القائمة اللي هي هذه طبعا ونتتأكد أن كل مرة هنا رمى سهم وسهم هذه سهمين خلصنا الشروط كذلك هنا رمى سهمين خلصنا الشروط وهنا سهم وهنا سهم سهمين إذن خلصنا شروط المكتوبة عندك في المعطيات بعد ما تأكدنا خلاص يكون حلنا ماذا معقول والإجابة الصحيح ننتقل لسؤال ثاني جميل الآن نقرأ السؤال استعملوا خطة إنشاء قائمة آه يبغى الحين تستخدم إنشاء قائمة تذكرون إنشاء قائمة كأنها جدوى المرتبة تحت بعض فهمتم الآن السؤال المطلوب الآن بكم طريقة مختلفة تستطيع سعاد ترتيب البطاقات هذه طبعاً البطاقات ألف وبا وتاء واكتبوا الطريقة المختلفة طيب عزيزي الطالب هذه دائماً إذا جاك مثل هذا المسائل سواء كانت أحرفها أو أرقام ثبت حرف وغير حرفين مع بعض ثبت حرف وتغير حرفين مع بعض ثم تاخذ الحرف في الثاني ثبتها في الأول عشان تسمعاك طريقة الترتيب وتعرفها بس يكون بشكل قائمة يعني كانها مرتبة بشكل قائمة لماذا خطتنا اليوم إنشاء قائمة نكمل مع بعض يلا وأنا أحل دائماً تكون حاضرة في ذهني الخطوات هذه الأربع عشان يكون لما أحل المسائلة يكون فكري منظم وركز على الخطة إنشاء قائمة نبدلها مع بعض ما المعطيات عزيزي الطالب بطاقات ألف ب ت ما المطلوب مطلوب منك بكم طريقة مختلفة تستطيع سعاد ترتيب البطاقات طيب وش خطتنا اليوم خطتنا إنشاء قائمة طيب نشوف الآن مع بعض هذه الآن إنشاء قائمة طيب نبدأ الآن حطينا ألف وهنا با وهنا تا أروح أثبت الألف مرة ثانية وغير مكان البا والتا هنا با وهنا التا الآن خلصت من الألف بقي لي با أثبت البا وغير مكان الألف وتصبح تا مرة ثانية ثبت البا الحرف وغير مكان الألف والتا فتصبح هنا ألف وهنا التا مرة ثانية أستخدم بقي للتا الآن أثبت التا وحط مثلا الألف والبا مرة ثانية ثبت التا عزيزي الطالب والطالبة وغير مكان الألف والبا فتصبح كما يلي الآن انتهيت أنت من الترتيب السؤال يقولك كم تشوف من النواتج ظهرت أمامك فتجي الآن تقول إذن ست طرق كيف عرفتها هذه واحدة اثنتين ثلاثة وأربعة خمسة وست تحقق من ذلك أروح راجع القائمة وتأكد من كل واحد خذ فرصة لها الظهور طيب بهذا الطريق يكون إجابتنا معقولة ست طرق ننتقل السؤال ثاني استعمل خطة تنشاء قائمة دائما وأنت تقرأ السؤال مدام قال إنشاء قائمة خلاص تتذكرنا على شكل جدوى قريبة من الجدوى مشابه لها طيب لن نقرأ السؤال تستعمل شركة الأرقام واحد اثنان ثلاثة أربع في بطاقات الهوية خاصة بالعاملين فيها سؤال كم رقم هوية مختلفة من أربع منازل يمكن تكوينه من هذه الأرقام إذا كان انتبه جيدا إذا كان الواحد هو الرقم الأول عندنا أربع منازل بالطريقة كذا هذا هو شيء لازم تفهم المطلوب بعدين لابد يكون رقم واحد هو الأول عدل بباء الثانيات اثنان وثلاثة واربع بكم طريقة يمكن ترتيبها الآن فهمنا الشروط فهمنا المعطيات لابد يكون رقم واحد الأول ثم بعد ذلك أحاول رتب اثنان وثلاثة واربع بصورة مختلفة كم يمكن ترتيب هذه الأرقام تعالنا وانتم الآن نتناقش مع بعض نطبق الخطوات الأربع يلا أفهم ما معطيات المسألة قبل قليل تستعمل شركة لأرقام واحد واثنان وثلاثة واربع في بطاقة هوية العاملين فيها تمام ما المطلوب الآن عزيزي الطالب والطالبة كم رقم هوية مختلف من أربع منازل بشرط أن يكون رقم واحد هو الأول يلا واش خطتنا اليوم إنشاء قائمة نكمل الحل هذا واحد وهذا اثنان وهذه ثلاثة وهذا أربع شوف أنا براح رتبهم بشكل يعطيك كأنها شكل قائمة انتبه قال واحد يكون دائماً الأول فثبت الواحد هنا وغير أماكن اثنان وثلاثة وأربع فتصبح اثنان هنا وبدل مكان الثلاثة بدل أمكان الأربع طيب مرة ثانية ثبت الواحد وبدل الأماكن الثلاثة هنا وحطينا اثنان وحطينا أربع كذلك ثبت الواحد وغير ترتيب بشرط بدون ما يتكرر فحطينا الثلاثة وحطينا الأربع وحطينا اثنان بنفس الطريقة حط واحد كما تشاهد الآن حطينا أربع وهنا اثنان وهنا ثلاثة شوف أنت بك تصير شوف فينا لاحظ ثبت الاثنين لاحظ عزيزي الطالب وغير أماكن الثلاثة والأربع لاحظ والواحد دائما ثبت معك ثم بعد ذلك ثبت الثلاثة لاحظ وغير مكان الثلاثة والأربع أنت الآن لما تسوي مرضان راح تثبت الواحد والأربع وتغير أماكن الثلاثة ليه حتى يسل معك الطريقة هذا واحد تمام؟ طيب نكمل الآن إذن طلع معنا كده الآن هذا هو الترتيب أمامك عزيزي الطالب والطالبة طيب تمام؟ طيب الآن خلصنا الترتيب شوف الآن مع بعض إذن لو جينا حسبنا كم طريقة لاحظ معها يلان هذه واحد وهذه اثنان وهذه ثلاثة وهذه أربعة وهذه خمسة وهذه ستة إذن ستة رقام ممكن ترتيبها بالطريقة هذه لما تجي تتحقق تراجع كيف تراجع؟ تراجع أن الأول هو الواحد هو الأول كده تمام شيء الثاني تحط لك الطريقة مع عينك يثبت اثنين وتغير أماكن الثانيات وكذلك الثلاثة وكذلك الأربعة بعد التحقق وجدت أن الشروط المطابقة في المعطيات تطلعت نفس المطابقة في الحل اللي هنا يلا أنا أعطيكم ثلاثين ثانيات ثم نتناقش مع بعض هذا السؤال شكرا شكرا لتفاعلكم أعزائي الطلاب والطالبات الريعين والريعات هذا السؤال في ذكاء لما تقرأ أحاول أن تقرأ وأن تستوعب رياضيات كالكلمة لها معنا في رياضيات خلنشوفهم مع بعضنا وأنتم لا ودائما أنظم تفكيري أفهم أول خطوة تسويها أفهم وشير الكلمات الموجودة في المسألة خطتنا اتفقنا عليها إنشاء قائمة يلا نبدأ مع بعض وأنا أقرأ تريد هيام أن تختار خاتمين آه هذا حط وقتنا من أربع خواتب يعني كل مرة ستختار اثنين هذه نقطة مهمة جدا طيب مرقمة من واحد إلى أربع ما الخاتمان اللذان يمكن أن تختارهما طيب يلا تعالنا وانتم الآن نطبق الخطوات الأربع هذه الخطوات الأربع اتفقنا يكون خطتنا اليوم هي ماذا إنشاء قائمة لماذا؟ لأن السؤال يقول لك استعمل خطت إنشاء قائمة نبدأ الآن مع بعض ما معطيات المسألة ايام تختار خاتمين من أربع خواتب يعني جيت بتختار ستختار اثنين خواتب لو مثلا واحد تختار مثلا رقم ثلاث مع بعض ما تختار الأربع كلهم هذه نقطة مهمة جدا متفهمون شيء الثاني الخوات المرقمة من واحد إلى أربع يعني عندك أربع خواتب الآن واحد اثنان ثلاثة أربع طيب الآن هي تختار اثنين يعني ما تختار الأربع كلهم رح تختار مثلا واحد واثنين ومرة ثانية رح تختار مثلا ثلاثة وأربع ومرة ثانية يمكن تختار واحد وثلاثة وهكذا تمام هذا الآن خلصنا من معطيات المسألة تعالنا وانتم الآن شوف ما المطلوب المطلوب ما الخاتمان اللذان يمكن أن تختارهم طيب واش خطتنا اليوم عزيزي الطالب الطالب إنشاء قائمة يعني لما ترتب تكون على شكل كذا قائمة يذكرك بالجدول عشان تسسل معاك عملية كيف تعرف عد النواتج بصورة أسرع يلا لن انتقل مع بعض يلا لن حطيت هذه قائمة كأنها مثل الجدول دائما الجدول يساعدك على ترتيب الأرقام والأفكار مع بعض لو حطيتنا هنا واحد حطيتنا اثناء لا باكم تركزون جيدا هنا واحد شوف لاحظوا أني أنا ثبت الواحد الآن لما خلص تثبيت الواحد خلص تنفت الأرقام أكمل لبعده فهنا يصير ثلاثة وكذلك ثبت الواحد وأختار هنا الغربة الآن الواحد خلاص انتهينا ثلاثة كذلك اثنان وحط الأربعة انتبه ما يتكررون مع بعض يعني كيف يعني ما تكتب لي مرة ثانية ثلاثة واثنية ما تكتبها كده خلاص مرة ثانية اختارت هذه خلاص يكفي طيب يلا بقلك آخر واحدة ثلاثة واربعة كده خلصنا تمام طيب الآن يلا كيف نعرف عد الطرق أو كم تستطيع ترتيب لو حط منها واحد اثنان لأنه تختار اثنين مع بعض هذه مرة واحدة اختارت لأن خاتمين ثم مرة ثانية اختارت هذه هذه الثانية ثم هذه الثالثة ثم بعد ذلك هذه الرابعة في الاختيار ثم افترض ان اخترت اثنين واربعة ثم بعد ذلك ثلاثة واربعة لاحظنا بدون تكرار يعني ما احد اكتب لطالب اربعة وثلاثة كده لا خلاص كفي وحده طيب ننتقل الان نشوف الشيء الموجود اذا ست نواتج ممكنة اذا حاب اتحقق اروح اراجع القائمة هل الكلام اللي قالت ايام صحيح انه تختار خاتمين صح هذا خاتمين هذه المرة الاولى وهذا المرة الثانية وهذا المرة الثالثة وهذا المرة الرابعة وهذا الخامسة وهذا السلسة الان قاعد اتأكد انا انه اختار الارقام مع بعض الى هنا عزيز الطالب والطالبة استودعكم الله وادمتم بخير وإلى لقاء ان شاء الله في درس قادم